سنوات تتلو بعضها بعضا والنازحون في العراق واصلون رحلة المجهول ما بين المخيمات والحرمان من العودة إلى مناطقهم الأصلية بينما تستمر الحكومات المتعاقبة بالحديث عن إعادة النازحين حتى أصبح هذا الملف مبررا لعمليات الفساد والتغيير الديمغرافي الطائفي ضمن مشروع تنفيذ أجنداتها الإقليمية في المنطقة ومن مشاريع الفساد التي تعرض لها النازحون إطلاق وزارة الهجرة والمهجرين وعودا جديدة بإنهاء ملف النزوح خلال العام الحالي في خضم اتهامها بتوزيع مواد وسلال غذائية وصحية منتهية الصلاحية على النازحين العراقيين النائبة عن محافظة نينوا فيان دخيل كشفت في تصريح صحفي سابق عن توزيع سلال غذائية وصحية منتهية الصلاحية ووقود للطبخ اتضح أنها تحتوي على كميات كبيرة من الكبريت وهي خارجة عن المواصفات المطلوبة أي أنها قابلة للاحتراق السريع مؤكدة أن لديها وثائق تثبت ذلك من جهتهم أكد مسؤولون في محافظة نينوا أن توزيع المواد المنتهية الصلاحية على النازحين أمر تكرر مرات عدة على مدار السنوات الماضية مبينين أن وزارة الهجرة والمهجرين هي المسؤولة عن هذا الملف وأن النازحين الذين هم عرضة للجوع تعرض الكثير منهم إلى حالات تسمم ومخاطر صحية نتيجة تلك المواد الغذائية والطبية وعلى صعيد المعاناة مع ظروف الشتاء يجدد النازحون في المخيمات قصتهم السنوية مع تسرب العمطار إلى الخيم المهترئة وغياب وسائل التدفئة والتجاهل الحكومي لما يمرون به ورغم تكرار وزارة الهجرة وعودها بإغلاق ملف النازحين بشكل يحقق عودة آمنة كريمة لهم إلا أن الخطوات المتبعة لا تشي بذلك بل إنها تندرج بحسب مراقبين تحت الاستثمار السياسي بمعاناة النازحين والمماطلة في حل أزمتهم حتى تنتهي الميليشيات من إتمام مشروع التغيير الديمغرافي في مناطقهم ترجمة نانسي قنقر